اللي نعرفه طول عمرنا ان الاعلام عندنا في مصر له وظيفتين الاولانية انه يمدح النظام ويلمع فيه وينفخ فيه ويدخم في انجازاته ولو ما فيش انجازات ما بيغلبش بيخترع انجازات ويدخمها برضو عادي الوظيفة التانية هي انه يهاجم الناس اللي بتعرض النظام ويشتم فيهم ويتهمهم بكل التهم اللي في قانون العقوبات ويطلعهم خوانة وعملة واخوان وشتوز وبتوع النسوان وحرميه الجديد بقى اللي اتفاجئنا به من كام يوم اننا لقينا الاعلام المصري بيهاكل بعضه وزير الاعلام بيهاجم الصحفين والاعلامين والاعلامين والصحفين مسكينه ونزلين فيه سلخ جراجة عاني استهدوا بالله هو انتو خلاص خلصتوا على المعارضين كلهم وما بقتوش لقين حاجة تعملوها ولا حد تشتموه وانتو هيجين على بعض ولا ايه طب ان كان كده تبقى سهلا احنا نخلي الهيئة الهندسية تنتج معارضين جداد للنظام عشان تمسكوا فيهم هم وتشتموهم وتهاجموهم بدل من انتم قطعين هدوم بعض كده الناس تقول ايه كلاب السيسي بتنهى شو بعض مايصحش كده تسرى بشايد تسرى بشايد خلاص خلاص الله كنا قاعدين كده لابينا ولا علينا نلاقي ناس بتقول ان وزير الاعلام بتاعنا اسامة هيكل مطلع تصريحات فيها هجوم ونقد وقبل ما نعرف الهجوم والنقد دول كانوا عالمين اعادنا شوية نعشر في دماغنا عشان نفتكر ايه ده هو احنا عندنا في مصر وزير الاعلام وبيقول تصريحات كمان ما شاء الله وبعد شوية رجعت لنا الزاكرة وافتكرنا ان النظام السنة اللي فاتت نزل السوق واشترى حقيبة وزارية جديدة وادها لأسامة هيكل عشان ترجع وزارة الاعلام تاني ما له بقى يا سيدي وزير الاعلام نزل تصريحات بيهاجم فيها ناس عادي يعني تلاقيه بيهاجم حد من اعداء الوطن المنتشرين في كل بقاء الارض وما بيعملوش حاجة غير ان هم عاوزين يهدموا البلد ويزعزعوا استقرارها ويتأمروا عليها طب بيهاجم قطر مثلا وبيقول عليها دويلة او بلا حاجة او حس بغيرة من سمح شوكري وزير الخارجية وقال لنا مش اقل منه ورح هو كمان مطوح ميكروفون الجزيرة على اخر ايده ولا ممكن يكون هاجم اردوغان وقال علي بيرعى الارهاب والارهابيين او شتم في القنوات المصرية المعارضة في تركيا اكيد يعني التصريحات الهجومية بتاعت وزير الاعلام مش هتطلع عن الحاجات اللي قلناها هلك لا ده الوزير ما كانش بيهاجم اي حد في دول ده كان بيهاجم الصحف المصري عادي برضه يمكن بيهاجم الصحف المصرية اللي بتعرض النظام صحف مين اللي بتعرض النظام هو احنا عندنا في مصر صحف بتعرض احنا الحمد لله الصحف المعارضة عندنا تقفلت وتشمعت من زمان وكل الصحف اللي موجودة دلوقتي لو خدت ورقها وعصرته هيخر حب للسيسي ومتح في سياته ده السيسي نفسه لو هو اللي بيكتب الصحف دي مش هيشكر في نفسه كده والله قال له أمان الوزير كان بيهاجم منه وهنا كانت المفاجأة وساما هيكا الوزير الإعلام المصري اللي السيسي عينه كان طالع بيهاجم الإعلام الرسمي والصحف القومية وبيقول إن محدش بيقراها ولا بيشتريها وإنها لمؤاخذة مرمية على الإرصفة وإن القنوات المصرية محدش بيتفرج عليها ولا بيهوو من ناحيتها إيه ده أستاذ أسامة ده ماينفعش كده بصراحة يا راجل حد يقول عالصحف والجرائد القومية مافيش حد بيقراهم أهو صحيح مافيش حد بيقراهم فعلا بس ماينفعش نقول كده برضو وبعدين الصحف دي ما نقدرش ننفر إن لها برضو أهمية كبيرة جدا في المجتمع المصري يعني مثلا بنفرشها ونحط عليها الأكل بنلف فيها الطعمية يعني لولا الجرائد دي كان زبانة بنمسك الطعمية وهي سخنة بأيدينا وبنتلسع لها الجرائد مهمة في صراحة في حياتنا مش لازم نكون منقراها يعني والقنوات بتاعت التلفزيون مهمة برضو أنا أعرف ناس ما بيجي لهاش نوم اللي ما بتفتح التلفزيون وتبص على الإعلاميين واحد واحد واتف عليهم وبعدين تقفيله تاني لا لا أسامة لا مالكش حق الصراحة المهم أن بعد ما أسامة هيكل خد حبايتين الشجاعة وقال الكلمتين دول ومسح بكرمة الصحف القومية والإعلاميين الأرض الدنيا قامت وما قاعدتش والإعلاميين والصحفين مسكتوش على الإهانة وجمعوا نفسهم في أرض المعركة وبدأوا الهجوم على وزير الإعلام وجل إعلامي جاب الملاية بتاعته وقام فرشها الإعلامي من دول بقى يومه عبارة عن إنه يصحى الصبح يروح الجريدة اللي شغل فيها يكتب مقالة اشتيمة في أسامة هيكل وبعدين يطلع القناة اللي بيطبل فيها يشتم فوق أسامة هيكل وبعد ما يخلص البرنامج بقى مش يروح ينام لا يمسك الموبايل بتاعه وهاتك يشتم فوق أسامة هيكل برضو على الفيسبوك وتويتر أسامة هيكل يسكت بقى ويطاطل الموجة أو يطلع يقول تصريحات اتحرفت أو نزعت من سياقها أو الإخوان هكروها أو الأتراج غيروها بالفوتوشوب وأنا مقولتش الكلام ده أو أي كلمتين اللي بتقالوا في المناسبات السعيدة دي لا ما عملش كده واضح كده أن حبوب الشجاع اللي كان مبالبعها كانت طويلة المفعول شوي أسامة هيكل طلع يأكد على تصريحاته اللي قالها ويهاجم الإعلامين اللي شتموا ويقول عليهم مأجورين وجات لهم أوامر من فوق عشان يهاجموه وأنه بينفزوا الأوامر دي بدون تفكير عشان يحافظوا على مناصبهم أوامر من فوق ايه بس يا أستاذ أسامة فوق انت يا عم واستهدى كده بالله انت بتشتغل وزير في نظام السيسي انت ليه قافش كده كأنك رئيس حزب مصر الفتاة انت جزء من النظام زيك زي الإعلامين دول بالظبط هو إيه اللي جرى في الدنيا جدعان وبعد ما أسامة رد على الإعلامين قاموا دول برضو ما سكتوش وكملوا هجوم عليه واشتما فيه واصلت إنهم قالوا عليه إخوان آه إعلامين انتو كمان ما تبطلقوا فورا بقى إخوان إيه ده السيسي هو اللي معينه في الحكوم والعركة فضلت شغالة والتليفون السامسونج نفسه محمد الباز اللي كان أول واحد يدخل العركة مع أسامة هيكل وقال إن وزير الإعلام لازم يسكت وما يتكلمش لأن كلامه ده ممكن يجيب للإعلامين الشرفة اللي زيه إحباط وإن هو شخصيا كبزبوز محبط خالص من ساعة مسامع الكلام اللي قاله أسامة ومش جايله نفسه خالص يصرف الملايين اللي بيقبضها من تطبيله للنظام من كتر الإحباط اللي هو فيه وإن اللي بيعمله أسامة ده هو نفس اللي بيعمله الإخوان وأعداء النظام وأبو البازابيس كمان قال إن الوزير لازم بقى يروح يشوف له شغلنا تانية يشتغل مهندس بقى يفتح له عيادة يعمل مشروع كشك سجاير أي حاجة إحنا اللي بيشتغل في الإعلام عندنا لازم يطبل لأي حاجة في وشه مش عارف يبقى تسيب الطابلة لحد ثاني وتغور من وشنا ووضح كده إن الباز بعدها سخن أكتر خصوصا بعد ما أسامة هيكل قال إن الإعلامين اللي بيهاجموه مدفوعين من جهات معينة بياخدوا أمر منها عشان يشتموه ودخل كتب إنه أسامة هيكل الواهم كالدماقه كان ناس يقوله إنه بيشرب بانجه وإنه تحول لأداة في إيد الإخوان المسلمين وإعلام تركيا وقطر لهدم الإعلام المصري بعد الباز دخل على خط اشتيمة أسامة هيكل وقل الإبراشي اللي هو بيشتغل مزيع في القناة الأولى في التلفزيون الرسمي بس ده ما منعهوش إنه يدخل يهاجم الوزير برضو بعد تصريحاته ويقول إن الوزير يتحول لأداة لهدم وتكسير الإعلام المصري سبحان الله نفسي الكلمة اللي قالها الباز بالظبط أكيد توارد خواطر يعني مش معقولة يكون سكريت موحد ولا حاجة وقل قال كمان إنه أسامة سايب شغلته الأساسية وبدل ما يطور الإعلام ويجتهد عشان يوسع مساحة النفاق ويجيب لكل مزيع طابلة جديدة يشتغل بيها كل همه إنه يلمع نفسه ويطلع في المؤتمرات الصحفية اللي الحكومة كانت بتعملها وقت الوبا عشان يقعد وتصور وسايب أبطال الإعلام زي الأساس وائل كده يحربوا لوحدهم أعداء البلد ومعاول الهدم التركية القطرية الإخوانية وفي الآخر كمان يقوم الوزير ماسك معه عشان يهد الإعلام معهم إنه هو تحول لوزير الكورونا ولم يعد يهتم إلا بالتلميع الورنيشي في المؤتمرات الصحفية اللي بتعقدها الحكومة واللي بيتكلم فيها أسامة وإذا وزير التعليم عمل مؤتمر فيعمله عنده وقلنا إنه ده مش مهمة وزير الإعلام الإعلام يا جماعة خلاص تحول إلى صناعة وإنت بتواجه كمان بتواجه سوشال ميديا وبتواجه وسائل إعلام إخوانية وبخلاف كده كمان محتاج إنك تقوّل إعلام في الداخل تشوف مشاكله لما بقول الإعلام الإعلام مش تلفزيون الإعلام هو الصحفة المكتوبة هي الصحف الصحفة المرئية يعني إحنا حتى بنتعامل مع التلفزيون دلوقتي خلاص وما تقلقش إحنا ما عندناش إعلام أصلا عشان الوزير يهدمه هو مهدود من زمان على إيدك إنت ولي زيك فما تعصفش نفسك يعني بوسيرك انضم للمعركة في نفس الوقت خالد صلاح ده بقى مسك الصجات وأم داخل على الوزير وقال له أنت أساسا ما كتفهمش في الإعلام ولا تعلمت حاجة عنه طول السنين اللي فاتت بس خالد بقى حاب يحط التطش بتاعه فأم يزود كلمتين وقال إن أسامة هيكا لقال التصريحات دي عشان بيدور على وظيفة في خنوات المعارضة في تركيا كان ناقص بس يفابريك فيديو للوزير وهو بيعمل إنترفيو في قناة مكملين عقد يعملها دخلت صلاح يعني مش هيغلب في الفابريك ونقيب الإعلاميين طارق سعدة قال لك هيجيت علي لما خشت في الخناء أنا كمان انتو بتقولوا عليه إيه يا جماعة عشان أنا مش عارف أجود والسكريبت ما وصلنيش بتقولوا عليه أداة الهدم الإعلام إيش طا حلوة دي وأمطلع طارق سعدة ونافخ نفسه وقيل إن أسامة هيكل أداة لهدم الإعلام زي اللي قبله ما قاله بالضبط وزي ما عمل الإعلاميين عملت كل الصحف والمواقع الإخبارية اللي تبع للنظام اليوم السابعة الدستور على الوطن وغيرهم كلهم قالوا نفس الكلام واتك يا شتيمة في الوزير بس الحق يتقال صحيفة صوت الأمة كانت مختلفة شوية عن كل كل كلام اللي بيتقال في الصحف والقنوات وقالت حاجة جديدة خالص على أسامة هيكل عارفين قالت إيه؟ إن أسامة هيكل أداة في إيد الإخوان لهدم الإعلام المصري طب أجدعان غيره شوية يعني صحيفة تقول أداة هدم إعلام يقول بلدوزر هدم محرر يقول آلة هدم حسسون أني فيه فرق يعني إنتوا ليه حفظين مش فاهمين كده وبدأت الصحف كمان تقول له أسامة صحف مين دي اللي محدش بيقراها قطع إلسان اللي يقول كده ده إحنا عندنا إعلانات بالكوم من كتر ما جريدنا نجحة والناس بتقبل عليها وبيخطفوها من بعض دول ناقس يكلوها من كتر حلوتها مش يقروها بس ده إحنا ما بقناش لقيم مكان نكتب فيه أخبار أو مقالات من كتر الإعلانات اللي عندنا كل الكلام اللي بيقوله الوزير كده إيه يا أسامة هيكل ده ده إنت في منتهى أداة الهدب خالص يا أخي أسامة هيكل بقى زي ما قلنا ما سكيتش واتهم الإعلامين إن هما بيشنوا حمل عليه بالأمر وإن في جهة معينة عليا هي الورى الحملة دي وهي اللي بتحرك الإعلامين وبتوجيهم عشان يشتموه ويهجموه والجهة دي بتكتيب لهم الشتايم اللي هيقولوها وهم كل دورهم إن هما يرددوا الكلام ده زي البغبغانات والدليل على كده إن الكلام واحد والجومة الواحدة وطريقة الهجوم هي هي مفيش أي إبداع خالص وقال أسامة كمان إن الإعلامين اللي عاملين فيها مهمين دول جهات تانية هي اللي بتكتيب لهم كل حرف في مقالاتهم وبرامجهم وهم بيرضوا بكده عادي وما بيقدروش ينطق عشان يفضلوا موجودين في أماكنهم ويقبضوا ملايين وما يلاقوش نفسهم ترفضوا فجأة ولبسوا الجلاليب وقاعدوا في بيوتهم لو حاولوا يعترضوا وفي الآخر اللي أستاذ أسامة اتهور خالص وبدأ يوجه كلامه للجهة العليا اللي بيقول إنها ورى الهجوم عليه وقال إنه مش هيسكت وإن الحقيقة هتظهر ولما قالوا له إن تصريحاته دي ممكن تسبب خسائر للصحف وتقلل عدد المعلنين قال لهم صحف إيه ومعلنين إيه أنتوا بتصدقوا الكلام ده هو في صحف بتتبع أساساً ولا بتتوزع أنا الأرقام اللي عندي بتقول إنه آخر جورنال تتبع لمواطن كان في التسعينات أساساً واللي اشتراها كان واخده عشان يشيل عليه العيش وما فيش معلن واحد بيعدي جنب صحيفة قومية من ألاف السنين وقال أسامة على رؤساء تحرير الصحف والمسؤولين عنها إنهم فشلة ولازم يتحسبوا على الجرائم اللي عملوها في حق الصحاف والعركة مستمرة بين وزير الإعلام والإعلاميين والناس بقت مستغربة ومش فهم إيه اللي بيحصل ده إيه اللي إحنا شايفينه ده ناس بتقول إن ده صراع على النفوذ بين أجنحة ووراكة دولة اللي عاوزة تسيطر على الإعلام وكل جهاز مادد إيده ومسك في ملف الإعلام وعاوز هو اللي يديره ناس تانية بتقول إنه أسامة هيكل هلفط في الكلام واتقارد فتحته واللي بيحصل ده تمهيد عشان تتم إقالته أو ضغط عليه عشان يستقيله وفيه اللي بيقول إنه أسامة هيكل ما تهورش ولا حاجة هو قال على الإعلام تقريبا نفس الكلام اللي بيقوله السيسي مطبيب الفلسفة بنفسه طلع بدل المرة عشرة عشان يقول إن أداء الإعلام مش عجب إلا أراء كتير ومحدش عارف الحقيقة فين لحد دلوقتي ليه أسامة هيكل قال كده وليه الهجوم عليه كان بالحدة والشرسة دي ومين الجهة اللي يقصدها اللي وراء الهجوم عليه والجهة دي عاوزة إيه بالضبط وبتعمل كده ليه عموما طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة وخلي النظام يكون في بعضه عادي إن شاء الله يخلصوا على بعض يعني دي حاجة تسعدنا والله والحد ما نعرف العركة الإعلامية دي هتخلص على إيه فمعنا اليوم حدوتها العمدة والمأمور وقعوا في بعضة بالحج يا حلاوة يا أولاد دي حاجة عمرنا ما شفناها ولا عرفناها طول عمر اللي اتنين حطين إيدهم النكسة مع بعضه ونزلين بيها على دماغنا ودماغ عيالنا إنما يوقفوا قبان بعض قهدين اللي مجاتش على بال حد فينا يا بالحج الحوار التدى لما مخبر النقطة غوباش الأبيح شريب له سجرتين حشيش وأربع بعدها بوقين سبيرتو أم دماغه وانونت ومهو مروح يلمح شبارة بن العمدة زنق البت أحلام جارة دوار وهاتك يا طفعيس في جسمها الملبن المخبر من كتر ما كان مصطول نس إن دا شبارة بن العمدة والسبيرتو ضرب في دماغه والجراءة وفتحة السدر خدوه وقام داخل على الاتنين وعكشهم وطلع بيهم على النقطة صحيح الدنيا تلمت في ثواني وشبارة روح داره وأحلام دخلت قط المأمور لجل ما تدلك له جسمه لكن الله وكيل أبا الحج العمدة ما ينساش اللي حصل لابنه وما يصدقش إن المخبر غباش يعمل كده من نفسه واللي يجي في باله إن المأمور هو اللي أمره يعكش شبارة لجل ما يهزأ العمدة قبال البلد إيه اللي أكدها با الحج العمدة يصرها جواه وما يسكتش أم في يوم يبعت الغفر بتوعه يصطدوا الوادي المخبر غباشي وياخدوه في قلب الدرق ويحلق له شنبه اللي كان يقف عليه الغربان ويسرقوا منه العهد بتاعته البال طول الصفر والجرنال المخروم والمأمور ياخد الموضوع على سدره ويحس إن لما مخبر من رجالته يتهان أكي إن هو يتهان بالزبط أم يكلم حبيبه في الجيش ويبعت إنذار لدر العمدة إن شبارة ابنه هربام التجنيد ولازم يسلم نفسه والعمدة يهرب شبارة للجبل ويقعده مع المطارين وبعدها ما يسكتش ويسلط جدوا بوليب دا حاول موالد ويخليه يخفي النصر والدبابير من على كتاف المأمور بخفة يد والمأمور يقابل اللي وقات في البندر بكتافه فضيا أم يتنشي جزء والخناق شغالة أبا الحاج وكنا قاعدين نتفرج ومبسوطين بس تيجي على دماغنا احنا في الآخر بقينا نلاقي كل يوم والتاني نفر في البلد يتمسك ويترحل عن نقطة وهتك يا تعزيل وكل مرة دا يحصل بعد ما يكون النفر من دول بعبع بكلمتين عن الحكومة طب مين اللي بينقل الكلام أبا الحاج احنا عارفين كل المخبرين وما بنفتحش حناكنا قدامه أتاب اللي حصل ان المخبر غباشي بعد ما تحلق له شنبه وتسرق جورناله بقينا ما نعرفش شكله وبقى بيندس بيننا من غير ما نحس وينقل الكلام وكل يومه التاني نفر يتاخد لكن الخناقة هتيجي على دماغنا مش كفاية حرامنا من أحلام من ساعة ما المامور حقها معاها لما اتمسكت مع ابن العمدة من ساعتها وهو حبسها عنده في الاستراحة بتاعته ومحدش فينا بقطايلها هذه العكسات أولاد ربنا يضرب الظالمين ببعضها بالحج ويخرجنا من وسطهم يا قادر يا كريم ونشوفكم على خير ان شاء الله